السلام عليكم ازايكم يا حبيبي عاملين ايه يا رب تكونوا بالف خير اه النهاردة الروتين بتاعي بعد ما كنت تعبانة جدا جدا بقالي يومين مش قادرة وجسمي مكسر حرفيا ما كنتش بقوم من على السرير معرفش ليه خدت دور كده تقريبا بقى من تغيير الجو مش عارفة كنت تعبانة والله العظيم ما كنت قادرة تحرق خالص من مكاني وطبعا عشان سبت الدنيا كده يومين لقيتها تضرب تقلب عندي كمية طراب مش قادرة اقول لكم بجد والله مش قادرة اقول لكم التراب كان نعمل ازاي مبهد للدنيا كل حتة عندي في الشقة فيها تراب قررت بقى اقوم من مكاني كده وقلت كفاية يومين خدتهم نوم متواصل ما كنتش بقوم خالص هنرجع تاني نعمل الروتينات ان شاء الله مع بعد بس انتوا شجعوني ودعموني لاني انا بصراحة كمان عندي احباط من المشاهدات المشاهدات وقع خالص وده آآ بيخلي القناة عندي تقع وطبعا ده انا مش بحبه خالص فلو بتحبوني بجد وعايزين تقف جنبي وعايزين القناة تكبر وتقف على رجليها شجعوني باللايك وعملوا شير لصحابكم وان شاء الله نعمل مع بعض كل يوم روتين علشان انا بتشجع بيكم وانتوا كمان بتتشجعوا بيا اول حاجة بدأت بيها الريسبشن زي ما انتوا شايفين كده فتحت وهويت الدنيا والشمس ما شاء الله جميلة جدا بصوا عاملة ازاي يعني انا عايز اقول لكم مأثرة كمان على الاضاءة بتاعت الكاميرا ما شاء الله جميلة جدا سبحانك يا رب انا عايز اقول لكم ان انا كناست استجاجيت بالمكنسة وشلتها ونفطها وخليتها على جنب وقلت عشان الفيديو ما تكونش طويل عليكم تشوفوا معي على طول وانا آآ بنضف كده ورا الكنب بشيل آآ كنبة كنبة آآ بكنس بالمكنسة او لو بالمقاشة تمام وبمسح زي ما انتم شايفين كده خلصت اول كنبة وببتدي اشيل الكرسي التاني البلالين دي كانت الولاد بتلعب بها وكده كل حاجة رمينالي في الريسبشن كل حاجة انا تعبت معهم اليومين اللي فاتوا كان عندهم امتحانات وانا كنت سايباهم خالص ما جانش حد بيساعدني مع اني انا كنت محتاجة فعلا ان هم يساعدوني علشان كنت تعبينة بس طبعا غزبا عنهم كل يوم هياخد جزء من الشقة نظفه معاكم علشان نتشجع كده ونقص ايام قليلة وان شاء الله يجي الشهر الكريم كده يهل علينا وكل سنة وانتم طيبين اللي نقصوا حاجة ما كمليهاش في الشقة يا ريت بقى يبتدي علشان خلاص ما فيش وقت خلاص بقى هنرجع للروتونات بتاعتنا اللي احنا بنشجع بيها آآ بعض بصوا انا عايز اقول لكم على حاجة آآ انا بصراحة الكراسي بتاعتي عشان لونها فاتح قوي اللون بتاعها افويت وكده حاسة ان هي مش نضيفة يعني بصوا انا بوريكو هنا انا حاسة انها مش نضيفة فانا مش عارفة بصراحة اعمل ايه يعني اعمل لها كسوة علشان احافظ عليها ولا هتبقى الكسوة مش حلوة وهتخلي المنظر مش حلو يا ريت يا ريت بجد تجاوبوني لاني فعلا انا محتارة ومش عارفة اعمل ايه وردوا علي بصرعة عشان لو انا هعمل كسوة علشة انزل اشتريها وكده هنكمل زي ما انتم شايفين كده باقي الروتين خلوس كده عملت الكنبة الصغيرة وعملت الكرسيين مش ناقص غير الكنبة اللي انتم شايفينها دي التانية وكده مش ناقص غير ان انا امسح الارض وابقى خلصت الجزء ده كله كده بصوا بقى شايفين اه نضفت معاكم اهو جدا انا مبسوطة جدا رغم تعبي ورغم ان انا والله ما قادرة يعني اقف كده على رجلي بس الحمد لله الحمد لله انا احسن من اليومين اللي فاتوا كنت فعلا نايمة كده على طول ومش قادرة خالص عندي همدان فضيع في جسمي انا بحاول على قد ما اقدر ان انا انوع في القناة بتاعتي علشان ارفع الفيديوهات وارفع كمان المشاهدة فيها يعني لو لاحظتوا اليومين اللي فاتوا كانت كلها جوالات وده بسطني جدا لان انا حسيت ان القناة بتاديت المشاهدات بتاعتها تترفع لكن لما بعمل اي حاجة تانية وصفات او اي حاجة تانية بلاي المشاهدات ضعيفة جدا جدا عندي فده بيوقع القناة فلو بجد بتحبوني اقف جنبي علشان القناة تكبر انا تعبت في القناة جدا جدا بقالي سنتين فتحها فعايزة بجد ان القناة تكبر وده طبعا مش هيحصل غير بوجودكم معايا وغير بتشجيعكم ودعموكم لي هلمع البوفيه زي ما انتوا شايفين كده وهامسح الازاز وهلمع كمان الخشب من تحت كان كله طراب بصوا خلاص كده لمعت البوفيه وكمان الارض خليتها زي الفل مش ناقص غير الجزء اللي برا ده شل لسجادة وهكنس الارض خلاص كده همسح كده انا خلصت هفرش السجادة التانية انا عايز اقول لكم بقى ان السجاجات دي هتتشال لان الجو ابتدى يحرر شوية اه فهنغسلها ونحط طقم خفيف انا بحب في السيف اسيب السراميك كده مش بغطيه بصراحة بيبقى شكله حلو قوي بعد اما خلصت الريسبشن كنت حطى برنامج غسيل وده الغسيل اللي نشف بلمه زي ما انتم شايفين كده حطيت الغسيل يتغسل في الغسالة قلت على منظف الريسبشن وكده يكون تلع وفعلا كان خلص خلاص الغسيل عابل زي غسيل المواعين بالزبط احط غسيل واشيل غسيل كل يوم على كده بغسل اكتر من مرتين في اليوم مش عارفة انتم بتعملوا زي ولا لا بس هو ده كل يوم يوميا لازم اغسل مرتين يعني مش عارفة بيفكرني بغسيل المواعين ما بقيتش احبه بصراحة اه وطبعا النهاردة يوم الجمعة وانا كنت صحية من الساعة تمانية الصبح والحمد لله خلصت صلاة الجمعة خلصت على صلاة الجمعة وقلت احسن حاجة اختم بيها الفيديو بتاعي النهاردة اه هي صلاة الجمعة مفيش احسن من كده اشوفكم على خير في فيديو بديد اشتركوا في القناة